وشيخنا الشيخ صالح فوزان عندكم وفقه الله نفى أن يكون قد وصف الشيخة بالإرجع ولكن بعض الشباب يتصيدون بعض الهفوات والزلات والأخطاء فيحكمون على المشايخ من خلاله دون أن يرجعوا إلى من؟ إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهل لعل بعض العمومات التي عندها الشيخ الألباني رحمه الله شوشت على بعض الناس فيه إجمال في بعض الأماكن لكنه مفصل في أماكن أخرى وإذا وجدت للشيخ كلاما مجملا وعنده تفصيل في أماكن أخرى فلنحمل المجمل على ماذا؟ على المفصل أما أن تحكموا على المشايخ بكلمة أو زلة لسان أو سبقة لسان أو مذهب قديم كان عليه ثم رجع عنه وترك هذه من المصائب العظام